تفسير الأحلام هو بيكون بعض الأحلام فيه تدل على الخير مثله مثل الأطعمة أو بعض الفواكه لكن التفاح تحديدا عنده يعني ميزة عن أي شيء آخر أنه بيصف صفات الرائي الصفات الجميلة وليست صفات سيئة أو غير محمودة بمعنى لما نيجي نقول رؤية التفاح الأخضر خلي بالكم أنا هتكلم في البداية عن بعض الرؤى عن التفاح الأخضر وأول ما هتكلم عن التفاح الأحمر هنبه رؤية التفاح الأخضر في المنام مش التفاح الأخضر اللي هو لم ينضج لا التفاح الأخضر اللي هو اللونه أخضر لأن التفاح ييمة أخضر ييمة أحمر فالتفاح الأخضر اللي هو الطبيعي اللي بتاكل السليم معناها هذه الرؤية رؤية التفاح الأخضر تدل على نقاء صاحب الرؤية نقاء صاحب الرؤية صاحب الرؤية ده عنده صفات جميلة جدا نقي القلب روحه صفية وأحيانا تدل هذه الرؤية على الصحة الجيدة طيب أكل التفاح الأخضر في المنام والكلام بصفة عامة لكل الناس اللي هيجي عنده رؤية معينة خصص عليه لكن أنا ما زلت بتكلم بصفة العمو التفاح الأخضر أكله في المنام هذه الرؤية تدل على العلم أن صاحب هذه الرؤية يتميز بالعلم عن أقرانه وهذه الرؤية أيضا قيل أن معناها شفاء لو أنك مريض أو حتى عندك مريض رؤية أكل التفاح الأخضر في المنام رؤية شرب عصير التفاح الأخضر في المنام هذه الرؤية من أفضل الرؤية رؤية جميلة جدا تدل على الرزق الكبير الذي سوف يأتيك في القريب أو في المستقبل إن شاء الله تبارك تعالى رؤية أنك تعد التفاح الأخضر أنك في المنام بتحضر التفاح وتحطه على المائدة هذا رزق يعني سبحان الله قريب جدا إليك بتعد يعني بتحضر التفاح وتضعه مثلا في الطبق المخصص ليه وبتحطه على المائدة هذه الرؤية تدل أن هناك رزق قريب منك جدا سوف يأتيك إن شاء الله تبارك تعالى آخر الرؤية بقى معنا في التفاح الأخضر علشان ندخل على التفاح الأحمر لو شفت في المنام عدد من التفاح وبدأت تعد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة قال ابن سيرين أنك سوف تعد مالا سيأتيك على حسب ما عدد يعني ممكن ممكن واحد يعد تلات تفاحات ممكن يجيله تلات تلاف ممكن يجيله تلات جنيه ممكن يجيله تلات مليون أنا معرفش ابن سيرين بيقول اللي انت هتعده هو ده المال اللي هيجيلك بنفس الرقم اللي انت توقفت عنده يطلع بقى تلات تفاحات بتلات تلاف بتلاتة مليون بتلتمائة جنيه الله أهلم إنما هو الرقم مثلا مثلا ثلاتة هو ده اللي انت هتقف عنده هو ده المال اللي هيجيلك ثلاتة ثلاتة ايه معرفش ندخل على التفاح الأحمر في المنام رؤية التفاح الأحمر في المنام بالنسبة للبنت العزباء زي ما ذكرت لكم في البداية يدل على صفات الرائع بنت العزباء لما تشوف التفاح الأحمر رؤيته دون أكله هنيجأ على الأكل دلوقتي رؤية التفاح الأحمر للبنت العزباء تدل على عزة النفس عند هذه البنت بنت دي عندها عزة نفس يعني رهيبة هم حاجة عندها كرمتها رؤية التفاح الأحمر للبنت العزباء وكذلك الشاب الأعزب أكل التفاح الأحمر للبنت العزباء أو الشاب الأعزب هذه الرؤية تدل لهم على الزواج في القريب العاجل إن شاء الله أما بالنسبة للمرأة المتزوجة رؤية التفاح الأحمر لها في المنام هذه الرؤية لها معنين اتنين واللي اتنين أفضل من بع إما استقرار مادي وأسري وإما تحقيق أمنية غالية هي تتمنها سوف تتحقق لها بفضل الله تبارك وتعالى دي بالنسبة لرؤية المرأة المتزوجة للتفاح الأحمر رؤية شجرة التفاح في المنام هذه الرؤية تدل على أن هناك شيء كبير وعظيم ينتظرك سوف تتفاجأ به سوف تتفاجأ به وطبعا كل شخص على حسب حالته أنا ممكن مثلا حد يفاجئني بإنه مثلا يجيب لي عقد عمل مثلا تكلم عن نفسي مثلا واحد تاني ممكن يتفاجأ إن مثلا واحد هيعطي هدية غالية الزوجة مثلا تتفاجأ بإن زوجها اشترى لها بيد جديد وهكذا وهكذا يبقى كل شخص على حسب حالته فيه شيء أنت هتتفاجأ به هيفرحك جدا رؤية اللي بعد كده وهي رؤية التفاح في أوانه بصفة عامة أو في غير أوانه شوفوا بقى لما شوف التفاح في أوانه خير يعني في أيامه يعني وقت ما شوفت الرؤية دي بالفعل التفاح موجود أما رؤية التفاح أشوفه في المنام في غير أوانه هذه الرؤية ومع شديد الأسف رؤية غير محمودة يبقى التفاح في أوانه محمود تفاح في غير أوانه غير محمود وشر والعياذ بالله رؤية هدية شخص أنا أعرفه يهديني تفاح في المنام وسواء إذا كان أغضرأ أحمر مش فرقة هدية التفاح شخص يهديني هدية والهدية دي عبارة عن تفاح هذه الرؤية تدل على مدى الحب والمودة التي ستكون بيني وبين هذا الشخص طيب رؤية إعطاء الميت تفاح شفت ميت أعرفه أعطيته تفاحة هذه الرؤية تدل على أن هذا الميت الذي أعرفه سيعود عليه نفع مني سواء بصدقة أو دعاء إعطاء الميت تفاح أو تفاحة مش فرقة الرؤية اللي بعد كده رؤية المرأة المطلقة قد ينا بنتكلم عن المرأة المطلقة هو المرأة الأرمالة لأن دايماً كتير من الناس يقولون أخلي بالك يا جماعة أنتو بتتركوا المرأة وبحزن جداً على فكرة لما بلاقي ناس مش فاهمة حاجة مش فاهمة إزاي بقى مثلاً في أول الفيديو أو في منتصف الفيديو أول أنا بتكلم بصيفة عامة وأبدأ أتكلم مثلاً بصيغة كأني أخاطب النساء يقول لي عموا أنت كل الكلام عن النساء طب أنت ما بتفهمش طب أنا زم بإيه أحياناً ممكن في معظم الفيديوهات بتكلم بصفة عامة وبتكلم بصيغة الرجال وأقول لكم في الفيديو سامحوني سيبوني أتركوني أتكلم بصيغة أنني أخاطب الرجال ألا أي واحدة تقول لي أنت بتكلم عن الرجال أو سيب النساء فأنا أرض مين طيب واللي اتنين ما بيفهموش مش عايفة أعمل إيه المهم المرأة المطلقة لما تيجي تشوف التفاح في المنام من أفضل الرؤى للمرأة المطلقة التفاح الأحمر في المنام هذه الرؤية تدل على التخلص من الهموم طبعاً المرأة المطلقة بنبقى فاهمين أن حالتها النفسية والضغط النفسي وهو إلى آخر وتبقى سيئة للغاية فرؤية التفاح وكأنها بشارة بالترويح عنها تخلص من الهموم والمشاكل أما أكله خير ورزق للمرأة المطلقة المرأة المتزوجة لو رأت أنها تأكل التفاح مع زوجها أو رأى المتزوج أنه يأكل التفاح مع زوجته الرؤيتين لاتنين معنى واحد إيه هو أن الطرف الآخر له صفات محمودة اللي شاف الرؤية يحمد ربه عليها بمعنى أنا كمتزوج لو رأيت أن أنا بأكل التفاح مع زوجتي هذه الرؤية تدل على الزوجة التفاح هنا تدل على الزوجة تدل على الزوجة في إيه؟ أن عندها صفات طيبة وأنها تحافظ على بيتها وتحافظ على شرفيها ورص فيها زي ما أنت عايز وكذلك العكس لو أن المرأة رأت أنها تأكل التفاح مع زوجها الرؤية هنا خاصة بالزوج مش بيكي أنت مع أن أنت اللي شفت الرؤية أن الزوج ده عنده صفات حميدة وأنه يحبك وإلى آخرة الرؤية اللي بعد كده ودي طبعا خاصة بالمرأة الحامل طبعا دي اللي فضلنا يعني أتكلمت عن المتزوج ووائل آخره فضل المرأة الحامل نبدأ نتكلم عن المرأة الحامل والشاب رؤية المرأة الحامل للتفاح أو أكله ده رؤية تدل على الصحة الجيدة لها ولمولودها طيب لو رأت المرأة الحامل أنها تقطف التفاح من على الشجرة هذه الرؤية تدل على تحقيق أمنية خاصة بالحمل على حسب ما تتمنى هي لو أنها تريد وتتمنى أن المولود يكون ذكرا سيكون ذكرا لو أنها تتمنى أن المولود تكون أنثى ستكون أنثى إن شاء الله تحقيق أمنية على حسب ما تتمنىه هي وطبعا التحقيق الأمنية في الحامل مش في أي شيء آخر مش بصفة عامة رؤية الشاب الأعزب للتفاح ودي أنا ذكرتها في البداية هذه الرؤية تدل على الزواج وتدل على المعنى الجديد اللي أنا عايز أذكره دلوقتي عشان ما نسهوش التفوق والنجاح بصفة عامة رؤية الشاب أن هناك فتاة يعرفها تعطيه تفاح أو تطعمه تفاح والعكس واللي ابن بمعنى واحد هذه الرؤية تدل على الزواج من هذا الشخص الذي أطعامك التفاح والعكس صحيح هذه الرؤية تدل على الزواج من الإنسان أو الفتاة التي أطعمتك التفاح دي كانت بعض الرؤية الجميل عن رؤية التفاح تدرون في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته